تقبل أولى جرعات لقاحات كورونا اللي جائلنا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها وزيد الصحة دكتورة هالة زايد هتستقبل الجرعات دي بمطار القاهرة مصدر مسؤول بوزارة الصحة أكد أن مصر هتستقبل اليوم خمسين ألف جرعة من لقاح شركة سيونو فارم شركة دي الصينية كشحنة أولى هذا اللقاح أجريت علي تجارب في مرحلة السريرية السالسة في مصر خلال الشهرية الماضين على أكثر من 3000 متطوع يليها عدد آخر من الشحنات من دولة الصين المصدر أوضح أن تجربة اللقاح أثبتت أن هذا اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة سيتم تطعيم باقي فئات المجتمع من المصريين اللقاح ده يشارك يعني في تجارب هذا اللقاح من مصر 3000 متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة لللقاحين في هذه الشركة اللي هي الحقيقة يعني انتاجها حتى الآن يلقى احترام وتقدير وتجاربها ناجحة إلى حد كبير جدا أنا عايز أقول لكم بس أنه لما نوصل لهذا المستوى يجب نعرف أن رئيس الدولة من أول لحظة وهو يجري الاتصالات لعشان نستورد هذا اللقاح سيدة دكتور وزير الصحة كلفت برسالة واضحة مصر لابد أن تكون من أولى الدول اللي تقدر تروح تجيب اللقاح ده عشان تبدأ بالأطقم الطبية ثم فئات المجتمع المصري هذا اللقاح آمن في تجاربه مصر كانت شريك أساسي وأدركت تماما مدى أمن هذا اللقاح وأعتقد أن النتائجه ستكون طيبة التحية والتقدير لصاحب القرار الأساسي رئيس الدولة الذي لا يألو جهدا في كل المجالات الحقيقة يعني احنا عندنا رئيس بيتابع كل أحوال المصريين مش في اللقاح بس في اللقاح والأوضاع الاجتماعية والسيارات والبنية التحتية والأوضاع الاقتصادية والزيارات الخارجية يعني كل ده بالفعل في رصيد قائد وطني نقدره ونحترم أداءه ومجهوده ودايما احنا كمصريين لما بيبقى في حاجة غلط بنقول عليها غلط ولما يكون في حاجة صح بنقول عليها صح نحن شفنا الانتخابات البرلمانية في جولة الإعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة